اليوم الدراسي المخصص لكيفية إنشاء مؤسسات من طرف الشباب خرجوا الجامعات عرف حضوراً معتبراً من طرف طلبة جامعة طامن رازد والذين استفادوا كثيراً من المحاضرات في هذا المجال دي المماركة مشروع ناشئ ويكون طالب هو المشروع اللي دي المشروع نتاعه وكي يتخرج إن شاء الله يقدر يأسس مؤسسة ناشئة بثميته وتمونوا الدولة الطلبة رح نخرجهم عند شركاتهم ديجا يعني ونشح نحتاجون أنهم يبدوا يحوسوا كما درنا نحن على الخدمة على منا رح نخرجوا أصلاً بفكرة مشروع مجسد في الواقع وبالإضافة إلى أن كوننا الجامعة أصلاً رح نتعاون حتى في تمويل المشروع من حيث الإعفاء من الضرائب وعدة عناصر الامتيازات التي يمكن أن يتحصل عليها الطلبة وتمويل مشاريعهم مادياً تطرق إليها بالتفصيل الأساتد المحاضرين وأجاب على كل تساؤلات الطلبة الآن أصبح أمامه فرصة لأن يكون مشروع مذكرته في حديثاته بداية لإنشاء مؤسسة أو ستارتاق مثل ما تسمى فجاء هذا القرار يفتح المجال أمام الطلبة لأن يعملوا في إطار جماعي كفريق عمل سواء من نفس تخصص أو من متخصصات مختلفة وهذا هو الأمر الجديد الذي جاء به القرار هذا وتجدر الإشارة أن المشاريع لا تقتصر على تخصص واحد وفقط وإنما يمكن مشاركة مجموعة من الطلبة من مختلف التخصصات في مشروع واحد وهو جديد القرار الوزاري المشترق رقم 1275 الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2022